وموجة الحر الجديدة التي ستطال أجواء المملكة كشفت عنها المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من المستوى الأحمر أفادت بأنه من المرتقب تسجيل ما بين 40 و 48 درجة ابتداء من اليوم وإلى غاية الخميس كما سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 46 و 48 درجة ابتداء من يوم غد بكل من سيد سليمان سيد قاسم طاطا تارودانت السزاق سمارة وورزازات لن تستثنى كما سنتابع في روبرتاج الحسن بالعالم والتحرير لحسن بن رابح مؤشر درجة الحرارة في مختلف مناطق المغرب في ارتفاع مستمر النموذج من مدينة ورزازات هذا الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة جعل الشوارع والساحات والحضائق شبه فارغة المديرية العامة للأرصاد الجوية أصدرت نشرات إنذارية بخصوص مناطق صنفة دمن الخانة الحمراء ستشهد فيها درجات الحرارة أرقاما قياسية تصل لـ 48 درجة وأخرى صنفة دمن الخانة البرتقالية ستتراوح فيها درجة الحرارة بين 40 و45 درجة مئوية المديرية العامة للأرصاد الجوية تشرح بالتفاصيل أسباب هذه الطفرة الحرارية في مختلف ربوع المملكة هذا الارتفاع المعدل يلو بين 5 حتى 10 درجة فوق المعدل الموسمي وهذه الحرارة هي نتيجة عن صعود كتال هوائية حرة وجافة لقادمة من الجنوب نحو المناطق المغرب وبالتالي هذا الارتفاع درجة الحرارة عرف هذه الظاهرة كنسميها ظاهرة الشرقية ولتجنب وطأة الحر هذه بعض النصائح من قبل المختصين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفتارات طويلة والإكثار من شرب الماء والسوائل بصفة عامة